كابتن خبرة أوروبية تنتقل إلى دورك أمير محمد بن سلمان كيف شفت ماريغا في أول ظهور من ناحية الفنية كثنائي مع قوميز في نفس الوقت؟ مبدئياً كيف الفكرة؟ أنا أعتقد أنه صعب الاثنين يلعبون مع بعض قوميز مع ماريغا في نفس الوقت هذا طبعاً يتوقف على كيف يقدر غاردين مدرب الهلال يوظف الاثنين في بعض المباريات لكن أغلب المباريات أتوقع أن يكون واحد من موجود أو قوميز أو ماريغا في خط المقدم اللاعب عنده إمكانيات هداف في البوكس متحرك بشكل جيد يأخذ مواقع جيدة في خطة 18 لتسجيل الهداف يسجل بكلتا الرجلين وسجل بالرأس فهذه إمكانيات لاعب متواجدة 72 هدف مع بورتوء أنا أعتقد من اللاعب الجيدين لكن يبقى التوظيف كيف يقدر مدرب الهلال يوظف الاثنين مع بعض بالتأكيد صفقة انتقال حر لنجم موليد التسعينات أستاذ عبدالعزيز يعني بتشوف صفقة ناجحة حيادياً وبعيداً عن أي شيء إيموشنل أنت تعرفيني أكثر واحدة تعرفني أني أنا نسى محايد في البرنامج في البرنامج شيء ثاني أنا أعتقد أنه هو إضافة وجاي من دوري قوي دوري الأوروبي فريق برتغالي وزي ما قال ابو عوف مسجد 72 هدف صانع 33 هدف حق أربع لقاب دوريين وكاس وسوبر لكن نجاحه من عدمه يحتمد زي ما قال ابو عوف على المدرب وتوظيفه على انسجام مع زملاء على الخطة اللي يرعب فيها أنا أعتقد أنه إذا نجح الهلال في تسجيل بقيرة اللاعب رقم عشرة أنه لازم يستغني المدرب يا عن موسى يا عن قوميز لابد ولكن من الصعب للهند أن نحكم على نجاحها أنت تعرفين أكبر مثل اللاعب النجيري أحمد موسى جاءنا من الدوري الإنجليزي وبصفقة كبيرة وهذا وفشل فشل فريع فما نقدر نحكم الآن لكن نتمنى للتوفير أكيد بتأكيد